تحت شعار الحركة العلمية باقليم ششاوى وجهود اعلامها في تحقيق الحياة الطيبة الامام ابو علي شوشاوي انموذجا نظمت بششاوى ندوة علمية موسمية بحضور عدد من رؤساء وعضاء المجالس العلمية والعلماء والاساتذة والطلباء فضلا عن ممثلي مختلف المصالح الخارجية والمؤسسات الندوة العلمية تروم تحقيق جملة من الاهداف واهمها التاريخ للحركة العلمية بالاقليم وابراز القضايا وخصائصها والتعريف باعلامها عبر العصور وكذا دورهم في نشر التدير المعتدل وتحقيق الحياة الطيبة هذه الندوة هي تجسيد لانفتاح الذي يعرفه المجلس العلمي المحلي لإقليم الشوعة على مختلف مناقشة مختلف قضايا الامة ببان فيها هذا التاريخ الحركة العلمية المعروف بهذا الإقليم هذا هذه التظاهرة الفكرية والثقافية تميزت بتقديم رئيس المجلس العلمي الجهوية لجهة سوس ماسا اليزيد الراضية مداخلة بعنوان العلامة الشوشاوية مفخرة من مفاخر المغرب وكذا بتكريم الباحث في تاريخ المنطقة الأستاذ الحبيب أرسموكا اعترافا لما بذله من مجهودات في خدمة تاريخ الحركة العلمية بالإقليم اشتركوا في القناة